اهلا بكم متابعين قناة زاكوت فوزر والنهاردة معنا مع ويتجت جديد من الويتجت بتاعة الفلاتر ويهو ويتجت التابل فخليكو معنا طبعا انت لو عاوز تعمل سكرولابل تابل ممكن تعمله بالشكل اللي هو جريد فيو زي ما خدنا فيه الحلقة اللي فاتت لكن افرد انت عاوز تخليه مع شكله جدول بالزبط كده او انت عاوز تحسن عليه شوية او تخليه حتى مش درجابل يعني الناس ما تقدرش انها يعني ياخد حجم الشاشة بس ما يزيدش عنها وما يقلش عنها بحيس ان الناس ما تقعدش تتحركوا بيه الصباحة زي ما انت عاوز او انت عاوز تعمل شكل فطورة فها ممكن استخدم ايه الويتجت تابل زي ما انت شايف فيه الكود اللي قدامك دا دلوقتي ماشي وانا استخدمت الويتجت تابل هوات وحطت فيه مجموعة من الـ Children table row كل row يعني ممكن تقسم بتاعته لتابل رو فكل تابل بيبقى فيه رو معين بحيث ان هو يبقى مجموعة من الكولوم فوق بعضيها ممكن تدينه شكل مثلا فطورة ما او شكل اللي انت عايزه في استخدامك في السيستم بتاعك لو عملنا رن كده زي ما انت شايف هو او اديوكيشن يونيفيرستي معرفش ايه احنا عملنا شكل تابل العادي جدا 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 بس طبعا انت حاسس ان الحاجات اللي موجودة جوا التابل دي ممكن تتحسن بشكل افضل هنستخدم الاثنين الاتنين بروبيرتي دولت لو انت عاوز تخلي بتاعك lift to right or right to left لو انت بتستخدم العربي مثلا وعاوز تخلي الكلام اللي مكتوب جوا التابل دوت من lift to right او right to left تذكر معي دايما ان التابل ده في ايديته مثلا انت عاوز تظهر لواحد فطورة ما في السيستم بتاعك وهنا التابل بوردر لو انت عاوز تحط تضيف بوردر ليه التابل بتاعك طبعا نشوف كده النتيجة بعد ما نضيفهم بمشاكل عامل ازاي تماما هو قد نضيفنا بوردر للجدول بتاعنا وفي خاصية تانية مثلا زي default virtual alignment ماشيه ويه دوت هو اللي بيخلي لك ايه السيل virtual alignment في المكان انت عايزه احنا نخليه هنا bottom هنخليه كله بتاعت فلو بصينا كده alignment بتاع البطم بتاع السيلز شوف كلهم ديزه وتاعت ازاي يعني هو خلاص بقى موجود تحت لو انت واسا عاوز تخليها هنا dot middle هترجعها تاني للوسط اهو تشوفين معي تغير لاحظوا معي ديت اهو شوف خلوها كله في الوسط فدير تتحكم حتى في alignment بتاع ايه المحتويات بتاعت ايه الروز دي طبعا كل رو كل سل هنا ممكن تديها alignment بتاعها عادي بس ده وقت ايه default اللي انت بتدخله في الجدول بتاعك من فوق ودي القوة اللي بيديها لك استخدام قلت لكم قبل كده ان هي غالبا من استخدامها لو انت عاوز تزخر فاتورة ما او عاوز تطاعت شكل جدول ما لالعميل بتاعك ودي الفايدة والقوة اللي بيديها لك التابل وان شاء الله نلتقي في ودجت جاي اه في النهاية ريت اللي عنه استفسار من اي نوع يسيروا في الكمينتس بوكس تحت الفيديو اتمنى الناس اضعوا من القناة بعمل لايك وشيروا وسبسكرايب في النهاية باتمنى لجماعات التوفيق انا معكم المبرمج احمد الحمدي الى اللقاء مع ودجت اخر دمتم في لعاية الله وحفظه